موسيقى مشاهدين ومستمعين السلام عليكم ورحمة الله عبر قناة الإيمان وإذاعة البشائر نرحب بكم إلى حلقة جديدة من على فكرة وسط أزمات متلاحقة تعبث باستقرار لبنان والعالم العربي أي مصير يواجه الطبقة الوسطى وجودا ودورا ومكانا وكيف ينعكس الخطر المحدق بها على فرص المجتمع في التقدم والازدهار في وداع الطبقة الوسطى عنوان هذه الحلقة فيها نستقبل الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعية دكتور علي زعيد أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم ضيحا عزيزا مع أنه مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء هيك الجو فايد بالرثائيات أي طبعا ولكن فعليا نحن اليوم في العديد من الفئات والعديد من المظاهر الاجتماعية والثقافية يعني قايدة دفن كما تفضلتم بالتعبير أنه ما نأصر لهيك قبل ما ننفوت نحن ويقوم نغوص بهذا الحوار نتابع معك والمشاهدين والمستمعين هذا التقرير لا أثرياء ولا فقراء هكذا يوصف أبناء الطبقة الوسطى تلك الطبقة التي ظهرت مع بدايات الثورة الصناعية وشكلت محور اهتمام الباحثين والاقتصاديين في أواخر القرن العشرين وعلى الرغم من عدم إجماع العلماء على تعريف واحد للطبقة الوسطى ومعيار محدد لقياسها سواء كان هذا المعيار اقتصاديا أو ثقافيا أو مجتمعيا إلا أنهم نجحوا في لفت الأنظار إلى أهميتها ودورها في استقرار الاقتصاد والسياسة والمجتمع وتظهر البيانات الأخيرة التي تعتمد مستوى الدخل كمعيار لتحديد الانتماء إلى الطبقة الاجتماعية أن الطبقة الوسطى الكونية تقلصت خلال العام 2020 نتيجة تأثير وباء كوفيد-19 إلى 17% فقط من سكان الكوكب أما في البلدان العربية فيعيش ما يقارب 11 مليون شخص بدولار واحد تقريبا في اليوم مما يؤشر إلى زيادة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية وينذر باختفاء الطبقة الوسطى إن لم تختفي فعلا على فكرة يعتبر استقرار الطبقة الوسطى في مجتمع ما دليلا على وصوله إلى مجتمعات العالم الأول فأي تصنيف ينتظر لبنان والكثير من بلادنا العربية التي شهدت وما تزال تراجعا حد التلاشي للطبقة الوسطى فيها إذن دكتور يعني حولنا هيك بهذا التقرير أنه نعم مثل خلاصة مبدئية حول ما هي الطبقة الوسطى كيف تطور الأمر تاريخيا وذلك رح نتوسع بهذا الأمر معك فعليا ما هي الطبقة الوسطى في المجتمع يعني ووفقا للتقرير أبناؤها يوصفون بلا أثرياء ولا فقراء ولكن ماذا يعني هذا الكلام يعني وكيف يترجم علميا شو بسم الله الرحمن الرحيم تصنيف الطبقات الاجتماعية وفقا للمعيار الاقتصادي هو تصنيف طبيعي وهذا بحق من إلزامات التنمية الاقتصادي والاجتماعية فاقتصاديا هناك مجموعة معايير من أهمها متوسط نسيب الفرد من الدخل القومي يعني قداش إذا أنا قصمت ما ينتجه أو الدخل من الناتج المحلي إذا أنا قصمت على مجموع عدد السكان فبيطلع تقريبا بالمتوسط قداش بيحوز الفرد على متوسط حصه من هذا الدخل يعني متوسط حصه من مجموع السلع والخدمات إذا بدي إيسى بالسلع والخدمات أو من نقضا إذا إيسى بموضوع الدخل عمليا بس نحكي نحن عن الطبقة الوسطى هي الطبقة التي تعيش بشكل ميسور إذا صح التعبير يعني هي اللي إذا أنا على سبيل المثال بلبنان بدي أقول قصم متوسط الدخل الفرد بيطلع إذا بقصم خمسين مليار دولار بالمتوسط على ثلاث ملايين أو أربعة ملايين تقريبا بيصير بالألف دولار ألف وشوي تقريبا بحدود الألف دولار طبعا إذا أنا عم بيقص على مقياس الألف وخمسمية بيطلع مليون ونص يعني المتوسط الفقر المتوسط الدخل في لبنان هو تقريبا مليون ونص إلى مليونين يعني عادة مش أكتر ولا أقل وأيضا الضرورات وجود الطبقة الوسطى مثل ما أنتو أشرتوه هو ضرورة لأجل تيسير عجلة الإنتاج لأنه بالنهاية الطبقة الوسطى من شو مألفة مألفة من مجموعة العمال الموظفين المهندسين الصناعيين الحرافيين لهن يبذلون مجهود وجهد لتحصيل الحد فوق الحد الأدنى من الكفاف لي بيأمن لهم ليس فقط الأكل والشرب بيأمن لهم الحد الأدنى من الرفاهية التعليم الطبابي هذا تقريبا طبقة الوسطى فإذا طبقة الوسطى هي التي تنسجب مع متوسط نصيب الفرد من إجمال الدخل القومي نحن في لبنان نعم لبنان كان يعتبر من الدول نسبيا تغلب عليه الطبقة الغسطى والغنية وليس الفقيرة يعني إلى ما قبل الأزمة من قلب السنتين إذا صح التعبير نعم هناك بطالة في لبنان ولكن الانفتاح لبنان على الخارج وزرقه المساعدات والحركة النشطة الاقتصادية اللي كانت نسبيا كانت تؤمن الاستقرار لهذه الطبقة الوسطى يعني هليل ما تلقي مهندسات العمل طبيب استاذ الحرفة حتى اللي بيشتغلوا بالقطاع البناء والإسكان بالزراعة نعم هناك في بطالة ولبنان لم يكن من الدول اللي لديها معدلة بطالة مرتفعة ما قبل الأزمة كانت هذه الطبقة طبقة واحدة أنه إذا أصبح هناك خطة اقتصادية تشتغل على عملية الإنتاج يعني تجديد القطاعات الإنتاجية أو العمل على زيادة الإنتاج وتحول الهيكل باتجاه زيادة الإنتاج أن تلعب هذه الطبقة دور أساسي في رفع الإنتاجية الكلية للأقتصاد وبالتالي بتطوير الأقتصاد وما شاء به ذلك لأنه نحن في لبنان أيضا بيمتاز المجتمع اللبناني خاصة على مستوى الخبرات العلمية والأكاديمية حتى الخبرات العملية سواء بالتجارة بالسياحة بالخبرات المهنية هذا أيضا من طبيعة المجتمع اللبناني هلأ عشت الأزمة ما بعد يعني سواء كانت أزمة صحية وما قبلها يعني أزمة ثورة 17 تشرين وتوقف الدولة عن موضوع الدفع المديوني اللي إلها وهي اللي نتج أيضا عن الممحكات السياسية اللي بالبلد والليلتها مقارب أخرى لأنا ما بدي يفوت فيها لأنه إلا أبعاد سياسية ليست فقط أقتصادية إنما أبعاد سياسية عد الأمر لأنه الدولة تعلن عمليا إفلاسها مما انعكس بشكل سلبي وحاد جدا على موضوع المديونية على موضوع تدفقات الرسمية إلى لبنان على موضوع استقرار النقضي والمالي نتيجة أنه لما توقفت الدولة صار في فشل اقتصادي صار هناك نوع تخوف من موضوع الدولار ونبدأ نشهاد ارتفاع بسعر الدولار وبالعرض الخفيف تقريبا ولما بلش نحكي عن موضوع أنه تعويم الدولار إلى من 1500 إلى 3500 وأربع تلاف بدأت التحركات السياسية التي أيضا انعكست لأنها إجت الثورة وغيرها انعكست بشكل سلبي جدا على القطعات الإنتاجية والخدمية أو الإنتاجية بنفس الوقت فأدى إلى شو؟ أدى إلى أنه هالي الطبقة الوسطى هن عمليا هن المحرك الطبيعي لعجلة الإنتاج لما توقفت عجلة الإنتاج أن تسقط هذه الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر المطلق وليس خط الفقر الأعلى يعني الفقر بيقسوه بيقولوا حد الفقر الأعلى وحد الفقر الأدنى أو المطلق والأدنى إذا صح التعبير يعني هلأ اليوم أنتوا أشرتوا أنه واحد دولار فاصلي هذا الحد الفقر الأدنى في حد الفقر المطلق أنك أنت ما تلاقي حتى أقل من الدولار يعني بهذه التعبيرات العلمية فهذه الثورة ومثلاها من عدم استقرار سياسي ممحكات سياسية لضغط الحصار الاقتصادي اللي نعمل على لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية والفريق المساند لألها كل هذا أدى إلى تعميق إلى أن نزلت الطبقة الوسطى لتصبح طبقة فقيرة وطبقة الفقيرة أصبحت طبقة معدومة يعني الطبقة الفقيرة اختل هذا التوازن الاجتماعي اختل بحيث أنه اليوم الأحصاءات هلأ ما فيه إحصاءات دقيقة مية بالمية ما فيه إحصاءات دقيقة في لبنان للتصنيف ولكن المسلم به مما نراها نحن اليوم أنه هلأ أنت إيسي مجمل العمال والموظفين المويمين عمال موظفين الدولة طيب اليوم معاشاتهم هي إذا بدك إسيها بالدولار ما بتتجاوز الـ 25 و 30 دولار هذا إذا أنا بحيث عن الوظف رسمي بالمتوسط غير ما عم بيحكي عنها للدرجة أولى والفئة أولى من الموظفين أو الوزر والنواب عم بحكي ما دون الفئة الأولى معاش فيه متوسط الدخل اللي إله معاش يتجاوز بالمتوسط 25 دولار 30 دولار تقريبا طيب هذا معناته أنه نحنا تقريبا ما لا يقل عن 80% من اليد العامل اللبنانية أصبحت هي فقيرة وما دون المتوسط يعني تحت خط الفقر ومعدومة كذلك الأمر لذلك إحنا اليوم هناك كارثة حقيقية أولا هذه الكارثة إما بتأدي إلى تهجير الأدمغة وأصحاب الكفاءات لأنه بالنهاية شو بدي يشتغل؟ لما عاجلت الانتاج ما عم تشتغل والبلد المتوقف والأسعاء والغلاء الفاحش اللينا عم نشوفه لأنه بالنهاية الفقر مرتبط بمقدار ما أنت تستهلكم سلعة والخدمات طيب أنا لما إذا ما بيكونوا معانش هو مليون ونص طيب بتروحي لهلأ تشتري ما بتقدر تشري إذا بدك تحس بكل يوم ربطة خبز إذا عائلة متوسطة أربع أشخاص حد أقل كل يوم بدك ربطة خبز يعني عندك بالشهر 30 ربطة خبز ربطة 30 بي عشر فتلك 100 ألف ليرة طيب إذا هو كان مستأجر إذا هو كان عنده ابنه بالمدرسة خطعا موضوع البنزين اللي سار يعني عمليا تقريبا في نقول كل هيدة الطبقة البسطة بدأت فاتت بخط الفقر الحد الأعلى هو الحد الأدنى عفوا لخط الفقر طيب رح نحكي بالتداعيات يعني بعدنا بمرحلة التوصيف لنشوف المشهد اليوم الاجتماعي وطبعا يعني خلفيته الاقتصادية المعيشية بس إذا بدنا يعني أما نروح على التداعيات اللي هيكي رح نشرحها أكتر إذا بدنا أيضا بإطار التعريف هناك التباس في الفهم لدى كثر دكتور علي زعيتر بين طبقة الوسطى وبين طبقة العاملة يعني في الناس اللي بتعتيبوا حالة تشتغل بتقول نحن أو عايشة عايشة يعني قادرة تأكله تشرب بلحد الأبناء بتقول نحن الطبقة الوسطى ولكن مش هيك التوصيف لا توصيف الاقتصاد لو بنشكي نحن طبقة غنية طبقة وسطى طبقة فقيرة هو علاقة بمقدار حصول حصتك من إجمال الناتج المخلي يعني أنا هلأ بين قياس لفر أو اللي بيسموهن مؤشر لفر على ما أعتقد أو مؤشر جيني لقياس الفقر بيقول أنه بالدول النامية عادة تقريباً 80% هن بيحوزوا على الحد الأدنى من إجمال الداخل المحلي إجمال النتج المحلي والعشرين بالمية الثاني بيحوزوا على النسبة الأعلى يعني بمعنى إذا أنا أصمت لناتج المخلي 100 مليار عملياً العشرين بالمية من السكان هن بيحوزوا على 80 مليار والثمانين بالمية من السكان بيحوزوا على العشرين مليار أعرفت كيف طيب هولي أنا بيحكي عن الفقر والغنى المتوسط هو اللي بيكون بيناتهم هون بيغضد نظر عن هو يعمل أو لا يعمل هل عادة الطبقة المتوسطة هي التي تقريباً تعمل وفي جزء منه باطل ولكن عاطل عن العمل عنده بطالة ولكن في جزء منه يعمل في جزء منها حتى العاطل عن العمل يكسب دخل إما من ثروة موجودة لإله أو من ممتلكات كانت سابقة موجودة عنده ولكن تقسيم المتوسط يفرق عن تقسيم يعمل أو لا يعمل يفرق من أي ناحية لأنه يعمل أو لا يعمل أنا هون عم تشوف أنه هل هو يمارس مهنة يعمل عمل موظف وإلى آخره يعني هل يحقق مردود مالي نتيجة مهنة أو وزيفة يعملها أو شغل يقوم به هذا شيء ويمكن يكون يعمل وهو غنى يمكن يكون يعمل ومطبقة الفقيرة من طبقة المتوسطة ويمكن يعمل طبقة فقيرة يعني ما في ابتباط هون الطبقة المتوسطة خلي برشبولي هي الطبقة التي تعيش في حدود متوسط نصيب الفرد من إجمال الدخل القوة وعنده نوع معين من الرفاه يعني يمكن في شوية مدخرة حوة خليه على أدخل المصارف يمكن هي الأسفر نسبة للإدخار عادة الطبقة المتوسطة لا تستطيع أن تتتخر بنسبة كبيرة يعني تتتخر ما يكفي الأيام قليلة جدا هذا اسمه لذلك لم يسمي طبقة متوسطة يعني أنت إذا جيت استي أفرضي أنا برجع بقول أفرضي أنا هلأ بلبنان عندي أنا خمسين جمال نتج المحلة مقبل الأزمة كان خمسين مليار دولار بتصور رأي نزل عشر عشرين بالمية يعني هلأ تقريبا سرنا نحنا بالخمسة وثلاثين إلى أربعين مليار دولار إجمال نتج محل إذا أنا أصمت على عدد سكان لبنان قولي خمسة واربعين مليار أصمت على ثلاثة مليار دولار يعني تقريبا صار يعني أقولي أربع مليار دولار صار تقريبا ألف دولار ألف دولار بالمتوسط هو خلينا نقول ألف دولار بمقيار شو لألف وخمسمية لألف وخمسمية واضح لألف وخمسمية لألف وخمسمية فإذا العمال أو الطبقة اللي بتكسب بهذا الكسب هي تقريبا كانت تشكل في لبنان أنا برجع بقول ما يقرب من ستين بالمئة وعندك شي عشرة بالمئة هني عبارة عن الأغنياء والأثرياء في لبنان والباقي هني كانوا عبارة عن الفقراء نعم عرفت كيف كيف تقصين في لبنان هولي الستين بالمئة هون يكونوا يقبضوا بالمتوسط يعني التوزع المدخول دخل المتوسط الدخل اللي كان ما يقرب ألف دولار ألف دولار بحساب الألف وخمسمية لما أجت الأزمة وصار في وهني بيقبضوا باللبناني ما بيقبضوا بالدولار طيب أنا هولي المليون وناس تعيش خديهم على الخمسة وعشرين ألف قداش بيصيروا ولا شيء يعني نزل أصلا معاشي إيس يعني عربا بيقولوا عربا عشرين دولار معاشي يطلعوا عشرين دولار تقريبا أو خمسة وعشرين دولار ثلاثين دولار إذا كانوا عم نحسب نحنا طيب فإذا عملية نحنا شو صار في عنا هون صارت هاي الطبقة اللي هي ستين بالمئة بديك اضيفيها على طبقة العشرين بالمئة صاروا تسعين بالمئة ثمانين بالمئة من الشعب اللبناني هو عند خط الفقر نعم نحن تابع فإذا هذا المقياس العلمي هو متوسط العائد اللي يحصل عليه الفرد هذا هو لما بيكون المتوسط يساوي متوسط التقصيم الناتج المحلي على إجمال عدد السكان بنسمي طبقة وصل نعم واضح هلا ممكن أكتر شوية أقل شوية بس هذا هو تعبير نحن تابع معك دكتور علي زعيتر ولكن تنضم إلينا الآن من مصر مباشرة عبر زوم الصحفية والباحثة أستاذ مونة يسري أهلا وسهلا فيك أستاذ مونة أهلا أستاذ مونة نحن في خضم الحديث عن الطبقة الوسطى وحابينا نطل على وضع في العالم العربي اليوم وليس حصرا في لبنان ولدينا بعض الإحصاءات التي تقول أنه في البلدان العربية يعيش ما يقارب 11 مليون شخص بدولار واحد تقريبا في اليوم مما يؤشر على زيادة الفجوات باختفاء الطبقة الوسطى إن لم تختفي فعلا ما تعليقك على هذه الأرقام وهذه الأقوال وما رأيك فيها أستاذ مونة وكيف ترين فعليا واقع الطبقة المتوسطة في العالم وتحديدا أو عفا في العالم العربي وتحديدا في مصر هو ممدئيا الأرقام إحنا ما عندناش حتى الآن في الوطن العربي شخافية الأرقام لا تقدر تسدينا الأرقام الحقيقية فقد تكون الأرقام أكبر بكتير من هذا ولكن اللي تشترك فيه جميع الدول العربية الحقيقة هو اكتفاع نسبة أو مؤشر اللاموس سواهي وده نقدر نشوفه بسهولة من مؤشر اللاموس سواهي العالمي ونشوف موقع دولنا العربية فين على خريطة اللاموس سواهي فيما بعد وحالة الحرب العالمية الثانية وتحديدا فترة الأربعينات والخمسينات وجئنا إحنا في الدول العربية مؤخرة بدأ الموضوع من بريطانيا وماركس تاتشل ثم انفتحت بقية الدول على نفس السياسات النيوليبرالية وجئنا متأخرين يعني فقد نكون بدأنا في مصر في أواخر السبعينات والثمانينات ثم تحقت بنا كل الدول العربية الحقيقة الأرقام ومؤشر اللاموس سواهي هو اللي احنا نقدر نتكلم عنه لأنه أنا بميز بين حاجتين هو الفقر واللاموس سواهي اللاموس سواهي بتعني أنه فيه فجوات بتتسع بشكل غير طبيعي والحقيقة أنه كل الأرقام العالمية والمحلية بتقول لنا كده أنه كتير تفاوض طبقي أخذ أفاقهم ما بين الدول العربية ونقدر نشوف آخر ده من كل الاحتجاجات بتنزل للشوارع بشكل مستمر وهو مؤخرا يعني كما رأينا في السودان مثلا أنه الاحتجاج اندلع على سبب بسيط جدا وهو رفع الدعم عن الخاص فاللاموس سواهي المسبب الأول في الشرق الدور الشرق الأوسط باحتجاجات الأرقام أعتقد والكثير يعني يعتقدون أنها أكثر من ذلك كثير وإن لم تتخذ الحكومات والقيادات السياسية الموجودة في الدول العربية إجراءات للوقاية من تداعيات اللامساواة في الدول الشرق الأوسط يعني قد تكون العواقب أكثر ذلك نعم استاذ مونة سبقت علي بالسؤال الذي أود أن أطرحه تاليا وهو يعني يبدو بأنك لا ترين بأن ما يبدل من جهود لتحسين الوضع الاقتصادي كاف لتعزيز مكانة الطبقة الغسطى وأي عادة الاعتبار لها يعني أن السياسات المتبعة برأيك تزيد الفجوات بين الطبقات الاجتماعية ما يسرع أكثر فأكثر القضاء على هذه الطبقة أي الطبقة المتوسطة لا هي الإجراءات هو فيه إجراءات متخذة بالطبع ولكنها غير كافية لسد الفجوة الكبيرة اللي حدثت بين الطبعات من أواخر السبعينات وحتى الآن ونقدر نشوف ده زي ما قلت لحضرتك من خلال الاحتجاجات بتزداد ومن خلال حتى الأرقام الرسمية للحكومات نفسها يعني لو خدنا مصر مثلا فالحكومة والجهاز المركزي للتعبال العامة والإحصاء هو اللي أصدر في عام 2020 أنه معدل الفقر في مصر وصل أكثر بـ 32% بجاوة فتل 32% فهذا يعني أنه الدولة نفسها ومؤسسات الدولة بتعترف بفقر لكن قد تكون السياسات المتخذة تحتاج إلى المزيد من الجهود وتحتاج إلى إعادة هيكلة لها بمعنى أنه حكومات عليها أن تدعم الطبقات الوسطى تبدأ بالصحة والتعليم لأنه هذا هو ما يدعم الطبق الوسطى ويحافظ على بنيتها لأنه في النهاية طبق الوسطى هي كما نقول يعني رموانة الميزان التي تزن المجتمع وأي خلل في الطبق الوسطى في أي مجتمع مهما كان مجتمع من الدول العالم الأول هو خلل يشكل تهديد للنظام السياسي بأكمله وشوفنا ده في فرنسا في احتاجات الصدرات الصدراء 2019 الطبق الوسطى اللي شعرت بإهتزاز وإطراب نزلت للشوارع وحتاجت لعدة أيام وإحنا لسنا بعيدين عن ذلك نعم نعم واضح جدا كل شكر والتحية لحضرتك استاذ مونا يوسري على هذه الإضافة من خلال إطلالتك معنا وحضرتك صحفية وباحثة مصرية أهلا وسهلا فيك وتحياتنا عبرك إلى كل أهلنا في مصر سكرم يا أهلا وسهلا جاءنا عند حضرتك دكتور علي زعيتير يعني كمان هيك بالجو العام واضح أنه يعني الطبق الوسطى ليست في أحسن حالاتها والمسألة ليست محصورة في لبنان ومآزمه هي تغلب على أزمات الشرق الأوسط أو حتى الدول العالم العربي البقية صحيح نحنا للأسف إذا أنا بدي أقول في مشكلة بالنظام العالمي بهذا النظام في مشكلة بالنظام الرأسمالي المتبع يعني اليوم نحنا لم تستطع الشعوب العربية خصوصا الإسلامية عموما والعربية خصوصا أن تنتج نظام اقتصادي يستطيع أن يعتمد على قدرات وإمكانات المتاحة لديها سواء كانت خاصة البشرية منها على الرغم أن الدول العربية تمتلك من الثروات أضعاف ما يعني إذا أنا بدي أعمل بشكل أحسب أن الدول العربية اللي هي تقريبا 350 مليون أو 450 مليون نسمة اللي هي إذا بتقسميها على 7 مليار ما بتطلع يمكن يعني نسبة ما تمتلكهم من ثروات ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف حجمها على مستوى الموارد من العالم يعني بمعنى العالم العربي يمتلك البترول والدهب والموارد الزراعية والمعادن لهن الأصل في الصناعة والتقدم التكنولوجي والتطور الاقتصادي والتنمية الاقتصادي والاجتماعي طيب عدم وجود نظام اقتصادي يستطيع أن يستفيد من هذه الإمكانات ويفعل عجلة الإنتاج بعيد عن الارتهان إلى النظام الرئيسمالي الغربي هو اللي عم بيؤدي ليصير ما عبرت عنه الصخفية باللا مساواة وفجوة الدخل ما بين الأغنياء والفقراء نحن كلما تقدم الزمان كلما هيد الفجوة الدخلية كلما زادت يعني اليوم نحن حتى في الدول الخليج دي تعتبر على مستوى نصيب الفرد من جمال الدخل قومي عند نصيب مرتفع يوصل بـ 8000-9000 دولار وأحياناً 10,000 دولار للفرد منشوف أنه الفجوة وعدم العدالة تزداد يعني نحن نشوف المتوسط ما نشوف كيف تتوزع بين الأغنياء والفقراء قداش نسبة الأغنياء اللي صاروا أغنياء وقداش بالفقراء المتوسط الداخل قداش صاروا أيضاً فقراء فإذا نحن عندنا مشكلة بالنظام النظام العادل الذي يستطيع أن يوزع الثروات بطريقة عادلة من هون نحن نقول أنه الاستمرار بهذا الاتجاه في العالم العربي سيؤدي إلى عدم وجود نظام يضمن العدالة الاقتصادي والاجتماعية طيب شو السبب بهذا الاتجاه بالعالم العربي؟ هل يعني هو سياسات معينة تقريباً تتشارك فيها؟ نظر أنزمة الحكم نظر أنزمة الحكم ولا فيه ضغط من النظام للإقتصاد العالم؟ نحن ما فيه الاقتصاد ليس مفصولاً عن السياسة وبالتالي لما أنا الأنزمة الحكم الموجودة عندي بلا وعي هي ترتهن إلى النظام الاقتصادي العالمي نتيجة اعتقادها أنه لا يمكن أن تقوم بتنمية من خلال مقدراتها الذاتية بل يجب أن تتكأ على الدول الصناعية الغربية وبالتالي بيخلق بحالة نوع من التبعية طيب أنا لو أصير عندي حالة نوع من التبعية فالشيء طبيعي أن النظام الرئاسمالي العالمي عنده قطب أقطاب وهي الدول الصناعية طيب أنا لما بتكون ملحق بهاية الأقطاب فطبيعي أنه ما بتسمح لي إلا أنه لبي يعني شو بيصير وهذا أصلاً في شيء اسمه نظرية تبعية الاقتصادية بيصير أنه أنا اقتصادياتي بخدمة اقتصاديات الدول الصناعية يعني أنا بيصير مثل بشكل المواد الأولية مثل ما هي اللي عم بيصير يعني اليوم أغلب الدول العربية السرواتها الطبيعية عم بتصير هي مواد أولية عند الدول الصناعية بل أسوأ من هيك اليوم الدول الصناعية استغنت عن المواد الأولية الزراعية للدول النامية خاصة الدول العربية وهذا عملها مشكلة كبيرة يعني ما عادش شكل هي عامل طلب من قبل النظام الرئيسماي للعالمة فبالتالي وقف الطلب على صناعتها على إنتاجها صار في عنا كسات صار في عنا بطالة عادشنا بأزمة طويلة عريضة منها نتج أزمة المديونية اللي بتعيش اليوم العالم العربي تقريبا أغلبوا عنده أزمة مديونية مثل لبنان طبعا مصر ولبنان والأردن والجزائر وليبيا والمغرب حتى الدول اليوم يعني فقط دول يعني في سوريا هي الدولة الوحيدة لما عندها ديون عامل اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي هلأ الموضوع الحرب بسوريا وغيرها شوي أثر كثير سلبية عن موضوع الاقتصاد فإذا أغلب الدول العربية هي تعيش المديونية هذه المديونية نتج عن شو نتج عن أنه لن تلعطع هذه الحكومات منذ استقلالها إلى الآن برامج عادلة وبرامج صحيحة للنهوض الاقتصادي والاعتماد على الذات يعني تصوري أنت اليوم مصر إلى الآن مصر والسودان والعالم العربي يعتمد على استيراد القمح من الأمريكي والكندي والروسي هذا نتيجة فشل في النظام الاقتصادي وفشل بالنظام السياسي بالإرادة السياسية السودان ومصر السودان اللي هو إذن زرعت الأرض السودان لكافة العالم العربي فقط بالأمح ومصر كذلك أمر لبنان طيب لبنان اليوم مثلا لبنان الفشل الاقتصادي الزريع اللي أنا بستورد 95% من القمح في حين أنه لبنان إلى ما قبل اتفاق الطائف كان يصدر أمح لبرة نعم يعني قبل 40 سنة كنا نحن نصدر أمح لبرة هلأ صرنا من استورد أمح بطاطا نستورد بطاطا لبنان نستورد بطاطا لبنان يجب أن نصدر بطاطا وقليات حمضيات لحوم هذا بالنتيجة الفشل الاقتصادي الناتج عن الفشل السياسي يعني اليوم فشل الاقتصاد 100% هو مرهون للفشل السياسي اللي موجود بالحكومة لبنان خصوصا وللنظام السياسي العربي عموما تقريبا دكتور علي زعيتر يعني أيضا ببعض الأبحاث والتقارير إذا بدنا نرجع هيك للحركة العالمية لمسألة الطبق الوسطى كيف عم تروح بينقال أنه البيانات الأخيرة تظهر بأنه طبق الوسطى الكوني وفقا لتعبيرهم تقلصت خلال عام 2020 نتيجة تأثير وباء كوفيد 19 إلى 17% فقط من سكان الكوكب مع اقتراب نسبة ذوي الدخل المرخفض والفقراء من الثلاثين تقريبا ما هذا شي طبيعي يعني أنت بأزمة الوباء كورونا توقفت المصانع طبقة الوسطى هي ما بين الفقيرة والأغنية وهي طبقة لازمة ضرورية يعني مش كل العالم بتقدر تكون أغنية تم المهندس والطبيب والنجار والحداد والبواب والمزارع ما هو طبقة وسطى ما هو إذا كلهم أغنية يعني ما حدا بيشتغل ما قال الله سبحانه وتعالى جعل العالم متفاوطة في المداخل لتتكل على بعض البعض وكلنا كلنا هلأ عملنا أطبا طبعا مين بيشتغل غير أطبا كلنا عملنا مهندسي طيب بأزمة الوباء اللي صار لما توقفت عجلة الانتاج تقريبا سنة ونص متوقفة عجلة الانتاج على مستوى العالمي صدرات خفت الوردات خفت الانتاج خف العالم قاعدت ببيوتها وهذا شي طبيعي هذه الطبقة الوسطى اللي هي تعتاش من هذه العجلة الانتاجية اليومية ليس لها مدخرات وإن كان عندها مدخرات فأنفقت مدخراتها خطعا بدأت نزال لمستوى أدنى يعني بتروح باتجاه الفقر عملية يعني حدثت فسرت أن المسألة منطقية هلأ هل ستبقى بهذا الاتجاه أم لا هلأ عرفت باشي بعد الفاصل لو سمحت نتابع إحنا وياك والمشاهدين والمستمعين بعد هذا الفاصل منطقية نجديد برحل فيكم مشاهدين ومستمعين نعم كامل معكم بحلقتنا لليوم من على فكرة تحت عنوان في وداع طبقة الوسطى وبدي أرجع رحب بضيفنا لليوم دكتور علي زعيتر أهلا وسهلا بيحدثك أهلا بكم أهلا وسهلا سألنا وياك الحديث ولكن نحن لما سألنا الناس حول رأيهم يعني والسؤال ما هو مصير الطبقة الوسطى أمام أزمات مجتمعاتنا كانت عدد إجابات رح ناخد منها هدى بتقول لم يعد لها وجود أصبحت من طبقة الفقيرة لبل الأفقر ففي الأزمات المتلاحقة تلاشر قيمة الهيرة التي هي المعاش مقابل فلتان في ارتفاع دولار يليه ارتفاع في الأسعار فأين نجده الطبقة الوسطى يعني أيضا نفسه توصيف وزينة بتقول تقريبا الحديث نفسه عبير بتقول لابد من إنشاء حلول بدنا تعليه أكبر شوية على الحلول وعلى هذه الطبقة أن تعمل على استخدام استراتيجية الانتاج الذاتي لابد من تفاؤل وتجدد بطريقة التفكير الآن هو زمن التوسع والامتداد يجب أن نتفكر بما أنتجه العملاق الصيني من تطونا على الصعيد الاقتصادي الفكري يجب أن نتوقف عن الاعتماد على ما نستورده بل ما يمكننا أن نصدره كبلد وما يمكننا أن نقدمه على صعيد المكان الذي ننتمي إليه إن في الزراعة أو التجارة وبتقول عن الإمام الخامن في أحدى خطبه حول زمن العقوبات على سبيل المثال في ضيعة ما يمتلك مزرعة عليه أن يستبدل عملية الاستيراد والتصدير التي كانت خارج البلد إلى محيطه وهكذا فإن دورة الحياة الاقتصادية ستمتعش حتماً نعم تقدم تصور معين أستاذ عبير رح نكتفي بهذا القدر شو رأيك؟ يعني اليوم دكتور علي زعيت لما نجي منحكي عن حلول أمام هذا الفشل اللي حضرتك عبرت عنه الاقتصاد اللي خلفيته فشل سياسي ولا استقرار اجتماعي عام يعني هذه هي الحلول الفردية هي اللي بدأ تمتضل طبق المسطب لا شك ولا رأيب أنه الأصل أن يكون هناك دولة مستقرة تعمل برامج تنموية تعمل على تطوير الاقتصاد وتحسين أوضاع معاشية للناس نعم وإلا أن تترك الناس لابد للناس من أمير بر أو كان أوفاء عدل أو فاجر نعم وبالتالي هلأ الحكي أنه يا خيين إذا الدولة ما فيه وهو مثل بلبنان حكي أنه مرة بقدر غير الدولة دولة من الدول المحترمة مرة مثل بلبنان الدولة هي ذاتها الحد ستتكرر دائما يعني طيب ما هو الحال نعم أنا مع فكرة الأخت اللي طرحت أنه يقوم بمبادرات فردية وحتى اللي سمحت السيد القائد الإمام الخامناء لما يحكى بموضوع الاقتصاد المقاوم اقتصاد المقاوم ما نشأه هو الاستفادة من القدرات الذاتية للبلد والقدرات الذاتية لكل شخص موجود على عدة مستويات المستوى الأول أن يقلل من الاستهلاك الغير ضروري يعني كثير نحن من الأحيان سواء باستهلاك المياه الأكل الشرب روحات مجيات فيه عم نستهلك فائد عن حاجتنا اللازمة ليست ضروري عم نستهلكه ففي جانب العلاق بالاستهلاك في جانب العلاق بالإنتاجية يعني يجب أنا أن نروح لبلش فتش كيف أرفع من إنتاجيتي يعني بيعطي مثال ممكن نحن طبعا عم بحكي بالحلول اللي هي الحلول الجزئية يعني وإلا أنا إذا بدولة فيها فوضى اقتصادية حتى هذه الحلول الجزئية بتصير فيها صعوبة جدا مثلا على سبيل المثال موضوع المزارعين طيب موضوع التكاتف والتعاضد وهنا الموضوع الإسلامي جدا مهم بهذا الموضوع لما دعا الإسلام إلى التكافل إلى التعاضد ومثل المؤمنين في توادي متراحمهم كمثل الجسد الواحد انت دعا له إن مريضة العضو انت دعت له سائر الأعضاء سائر الأعضاء بالسهر والحمية طيب التكافل الاجتماعي شو لما حكي الإسلام عن موضوع التكافل الاجتماعي من حيث أنه الأغنياء يحنوا على الفقراء أيضا إذا أنا عندي إنتاج زراعي بشارك فيه الآخرين هذا العمل التعاوني بس مثل ما قلت أنت هذه حلول موضعية هذه حلول ممكن أنا أقول مؤقتة إلى أن يصبح هناك حل جزري اسمه استقرار الدولي وإيجاد النظام العادل وإلا ما في إمكانية أنه أنا دل مستمر وإلا ما يصير مجتمع متفكك نعم بالمجتمع المفكك ساعتها ممكن ساعت تصير فيه نوع من أيام القبائل كل مجموعة لخالة ومنطقة لخالة مثلا هن يتاجروا من بعضهم البعض كمان ممكن هذا حل هذا اسمه وسيدا بيؤدي لتفكك الدولة ما نحكي بهذا المجال ولكن فيه مش عدة مستويات إلى أن تقوم الدولة يجب على المواطنين على المؤمنين على المتدينين أنه بلش يفكروا بحلول شيء اسمه العمل التعاوني العمل على التطوير مهاراتهم وقدراتهم بالنجارة بالمهن بالحراف بالذراعات اللي سائد هو ثقافة اللهم نفسي اللهم نفسي فيه اسمه الجشع فيه اسمه الطمق فيه اسمه الاحتكار للظالم إذا صح التعبير فإذا نحنا بموضوع الحلول يمكن أن نوجد حلول مؤقتة أن تساهم في تخفيف حدة الأزمة إلى أن ينعمل أداء اجتماعي عام إلى أن الدولة تستقر وتعمل شريع والبرامج الضرورية يمكن أن أعمل حلول مؤقتة حمسة والفردة بس ما أيضا فيه حاجيات عامة بزبط إذا ما كان فيه استقرار اقتصادي ما بتتأمن هذه الحاجيات العامة لأنه فيه معابلة أيضا حتى الاقتصاد طبقة المتوسطة لما بتكون مستقرة ومرتاحة بينعكس مباشرة على نمو الدولة الاقتصادي واستقرار السياسي والاجتماعي هو أصلا بس مين اللي بيسبق بهال موضوع هل المطلوب أنه كمان يصير فيه استقرار سياسي واجتماعي لترجع تنردم اليوم وتروض طبقة الوسطة إلى مكينة لا يمكننا أن ننتظر الاستقرار حتى نعمل نحن البرامج عموسة والفردة أو لنرجع طبقة الوسطة أو لنرجع طبقة الوسطة ما هني نفسهم هول اللي كانوا طبقة الوسطة وصلوا فقراء يجب أن يكون عندهم همة أعلى لتطوير مهاراتهم بتكيف بحسب الظروف الجديدة الذهاب إلى حلول انتاجية مشاريع انتاجية استثمارية وده متاح بشرط بشرط أنه أنا قلل جانب الاستهلاك نعم إذا أنا هلأ مثلا كنت من الطبقة المتوسط وصورت فقيرة وبدي دل استخدم تليفوني أنا وابني ومرتي وولادي وخمس تليفونات بالبات وست تليفونات ما طبيعي ما تزبط معي وعندي سيارتين ثلاثة ما طبيعي ما تزبط معي وبدو كوفي ترشيد الانفاق أحسنتي يعني أنا بدي أعمل من جهة بدي أشتغل ترشيد انفاق صحيحة الكريمة مئة في المئة أعمل تخفيض أو تغيير النمط الاستهلاك اللي إلي يعني هذا ترشيد الانفاق في النمط الاستهلاك اللي إلي طب أنا هلأ مثلا لازم دل أشتري بيبسي وسبن أب اللي حقها هي عشرين وخمسة وعشرين ألف طيب أنا بيعتمد على العصير لو بيشتخدوا من البردقان حتى شركة البيبسي برغمها إذا أنا معتشتريت منها السيفن أب والبيبسي والكاكاكولا لا غير تخفيض بروح لحتى تبلش تغيير نمط إنتاجها تعتمد فيه على أنه تجيب برتقال من منطقة اللي عندي يعني بنتج برتقال بالسنة وعم بيكب على الطرقات وروح بحولوا العصائر عرفت كيف عزي هون نحنا محتاجين إلى تغيير نمط الاستهلاك اللي إلينا إذا نحنا هلأ يعني مثلا نفترض نحنا هولي المستضعفين بهالبلاد لن يخي مليونين واحد نفترض هولي المليونين واحد خلي نقول باليوم نشتري مليون أنينة ببسي أنا مليون أنينة سفنة أنا ما عمضون ضدهم بس عمقول إذا غيرنا نمط الاستهلاك أنا هولي المليونين خليهم أنعهم أنه يشتروا لبن عيران أنه يشتروا عصير بردقان هدا قداش بيساهم بإنه اللي عم بيبيع بردقان صاحب البردقان وصاحب اللبن والحليب وغيرها بلش بيع إنتاجه طيب هدا صاحب اللبن والردقان والحليب أيضا يفوت بمشروع معهولة لحتى يخفض السعر لتبلش عجلة الإنتاج فإذا من جهة يجب أن أغير رشد الإنفاق الاستهلاك أو الإنفاق وغير نمط الاستهلاك اللي إلي ومن جهة أخرى بدي بلش يشتغل على تطوير مهاراتي معنى طبقة وسطى يعني مفترض تكون عندي مهنة عندي مهارة صح طب بتغير الجو بدي أتعقلم أنا ولادي عائلتي البيئة اللي عايش فيها بيدا الشكل في موضوع الزراعة أيضا طب نحن باللبنان بلد زراعي اللبنان لا يجب أن يستورد أصلا يجب أن لا يستورد يعني إلا الضروري الضروري مثل الرز إذا بده يستورد أصلا نحن لم يكن الرز هو جزء من الاستهلاك اليوم اللي قلنا ما كان كان برغل وعدس وليه مننتجه نحن طب هلأ اليوم أنت بتلاقي الرز هو الاستهلاك الأساسي ولا ينتج في اللبنان يستورد طب أنزا أنا غيرت نمط الاستهلاكي لإنتاج المواد الزراع الغذائية المحلية طب هلأ لأ طب أنا لش بدي استورد كونسرف كاليفورنيا طب أنا عندي فين أعمل هون طب جدودنا وأهلنا ما كانوا يروحوا يشتروا كونسرف كانوا هني ينتجوا العدس والحمص والبازالة والفصولية والبامية والأرنبير ما هولي كلهم ننتجون طيب هنحن غيرنا نمط استهلاكنا رحنا نستهلك الأجنبي لما استشارنا نستهلك الأجنبي المزارع ما لأ من يشتري زراحته ففشلة الزراعة طب هون هالانهزامية والاستسلام للسياسة الاستهلاكية العامة أنا بتخدير للخروج من أي نوع من أنواع الأزمات مثل ما صار باليابان وبالصين حشدوا الأحزمة وغيروا نمط استهلاكهم قال أنا بدي استهلك السلعة المحلية ما بعدش بدي استهلك السلعة الأجنبية حتى لو كانت ألقى خيري هن دكتور عالي زعيتر على تغيير خلينا نسميه النظام الحاكم والسلطة السياسية أيضا لأنه في لبنان أنا بتقطع أستبعد لأنه كمان هيدا وحدة من أدوار الطبقة الوسطى واحد من أدوارها اللي يتميزك فيه خلال الفترات التاريخية الماضية يعني هون بالسياسة بنقاش بيصير بحث آخر أنا رأيي الشخصي نعم الشعب اللبناني وشعب مقصر نحن مش جماعة ثورة حقيقية وأنا بقول لك لو كانوا جماعة السبعة عشرين ثورة حقيقية يمكن كلنا وقفنا معهم ورحنا معهم بس هني ما كانوا بدون يغيروا يعني هني كانوا نقللوا الاستهدفات ما راحوا ليعملوا تغيير بنيوي بالنظام السياسي بيصدر يعني هذه مسؤولة الدولة العميقة الدولة العميقة وبالتالي إذا أنا ما أعمل تغيير بنيوي يعني أنا يركب طربيش يعني يركب طربيش لا إحنا ما منقبل تركب طربيش لحدا لإلنا من وراء ناس ما معلوم الأفق نعم لو كان هناك حكي جاد نعم ممكن تغيير النظام السياسي بيؤدي إلى تنمية اقتصادية واجتماعية ولكن هل فعلا الشعب اللبناني نخبه بغالبيته بده هذا النوع من التغيير أنا بتقديري إلى الآن ليس هناك إرادة جدية بعملية تغيير النظام السياسي في لبنان لأنه بنحكي يعني اتفضلت وحكيت عن تغيير فردي كله حبضي عنه ببيته ومحيطه بس كمان يجب يكون في تغيير بصاحبه الجمعي التغيير الجمعي في لبنان إلى الآن لم يرقى إلى أن يؤدي ينتج تغيير نظام سياسي واجتماعي في لبنان إلى الآن لازال طائفية حاكمتنا هلأ أنت خطينا على السياسي أنا ما بدش أحكي سياسي الطائفية حاكمتنا بكل أطياف الشعب اللبناني وأيضا ما نراه اليوم للأسف بالفركات السياسية الموجودة هو مثل عين وحدة بيشوف عين وحدة ما بيشوف عينتين للأسف يعني بهذا الموضوع نحنا مزلنا بانتظار ضيفتنا على سكايب أين أصبح سكايب؟ طيب أبعث إذا جاهز أو لا بعتقد أستاذي ليا صارت معنا صح يسعد ما سيك أستاذي ليا الأزي وحضرتك الصحفية أهلا وسهلا ما بعث من أين أنت معنا بدي أرحب فيك من جديد نحنا بإطار الحديث عن الطبقة المتوسطة وحضرتك كان لكي مقال بعنوان الطبقة الوسطى تنهار فقدان وحزام الأماني الاجتماعي بجزء من المقال بتقولي قد يبدو من العيب الإضاءة على انهيار طبقة الوسطى في لبنان في موجود إحصاءات عن نسبة فقر تبلغ خمسة وخمسين بالمئة ما بعثي ممكن هلأ صارت أكثر ولكن أهمية هذه الطبقة نعم تكمن في أنها محرك الاقتصاد انتثارها يعني تراجع الطلب والاستهلاك والنمو وتأثر الدوائر المحيطة بها سلبا مع إقفال الشركات وتسريح العمال أما الأخطر لديها فهو قدرتها على الهجرة ما يفقد لبنان رأس المال البشري هذا التوصيف الذي تبعه أيضا توسع في بعض التداعيات الخطرة جدا على مجتمعك المجتمع اللبناني مفترض أن يكون فتيا ومنتجا لأنه هو هيك بيعيش وبيكمل يعني كيف بتشوفي قراءتك للمشهد اليوم من خلال هذا المقال ومما توصلت إليه أيضا أو بناء على ما توصلت إليه بس إذا تسمحي لي بلش بتعليق على حكي دكتور علي اللي سمعته يعني لحديث هلأ ما في فصل بين السياسة والاقتصاد والمجتمع هنا حالة وحدة ما فينا نحكي عن تغيير عادات المجتمع من دون ما نحكي عن تغيير النظام والنموذج الاقتصادي اللي كان قائم منذ التسعينات على الأقل بحالته الأكتر فضاعة التسعينات ولكن هو فينا نحكي عنه من تأسيس الكيان اللبناني النموذج اللي موجود نحن من وقت الانهيار من تشرين لألفين وتسعتاش وجبرنا السكان بلبنان على تغيير عاداتنا الاستهلاكية نحن بلشنا نفتش على بدائل وكتير أكثرية السكان تجهت نوع بدائل إن كان محلية الصناعة وإن كان مستوردة ولكن بأسعار أرخص ومؤخراً من بعد رفع الدعم نهائياً عن السلعة الأساسية المستوردة دعم عن الاستيراد مش الدعم بالمطلق حتى السكان بطلوا عم بيرشدوا استهلاكهم صاروا بقلب الترشيد عم بيختاروا أي هي المادة اللي هي أكثر حارة لألوان لأنه كمية الليرات يلي معهم مع عشاتهم قدرتهم الشرائية دنت لدرجة إنه حتى من بعد ما رشدوا صاروا مضطرين إنه يختاروا شو هي الأكثر أولوية لألوان فالمشكلة مش فينا نحنا كسكان ولا بأي طبعاً كانت فقيرة ولا متوسطة المشكلة بالنظام يلي هو قائم هون بدوا يبلش التغيير مش فينا نحنا نحنا غيرنا عاداتنا بعدين حقه المواطن إنه هو يكون عم يستهلك المادة اللي هو بيعجوه وحقه يعيش بالنمط اللي هو بيرايحه طبعاً أستاذ ليا غيرنا عاداتنا بالاستهلاك هل غيرنا عاداتنا بالإنتاج؟ هيدا مش مسؤوليتنا نحنا يعني نحنا لما نحكي عن إنه إحنا استفدنا من تسبيت سعر الصرف لما نحكي عن إنه إحنا استفدنا من الفوائد المرتفعة بالنظام المصرفي لما نحن نحكي أنه تكلنا على الاستيراد بدل ما نحكي على الانتاج هيدا نحن كنا نتيجة لنظام قائم لنظام عودنا على هيدا الطريقة ولما نحكي عن ثورة أو انتفاضة 27 نحن ما فينا نحكي عن انتفاضة 27 هن أصلا ما كانوا موحدين هن كانوا مجموعات بقلب الانتفاضة ما كان فيه برنامج وموحد ما كان فيه هدف حد الناس يلي كان عندها أجاندات خارجية واللي كانت عم بتنفذ أجاندة غربية كان فيه ناس مبلغ عم بتطالب بتغيير النموذج مشكلتنا بنيوية بالكيين اللبناني منا مشكلة فرعية فينا النقشة من تحت نعم نعم الطبقة المتوسطة هي جزء أساسي مكون أساسي من المجتمع بيّنت هلأ من بعد أزمة 2019 بشكل واضح خلاص صار فينا نحكي عن طبقتين نحن نعلق الفقرة والأغنية بس الطبقة المتوسطة عند كل أزمة لبنانية كانت هي عم تتعرض لانتكاسة وكننا عم نحكي عن أزمة بتصيب الطبقة الوسطى وخصوصي بلش يبين هيدا الشيء من 1993 إذا بديك لما كانت الأجور متدنية مع كان في تصحيح دائم للأجور فدايما هي بأزمات بس إجمالا الطبقة المتوسطة بترجع بتعيد تشكيل نفسها وبترمم حالا لأننا بعد بكير نحكي وبعد بكير نحكي عن نتائج بس إذا بديك هلأ الطبقة المتوسطة الجديدة هي طبقة الدولار هن الناس اللي بيشتغلوا مع مؤسسات أجنبية أو عندهم عقود أجنبية أو ما بيقبضوا بالفرش هذي مفترض أنه يكونوا حسب ما بيقول الدكتور غسان ديبا والاقتصادي كمال حمدان مفترض أنه هن يكونوا الطبقة المتوسطة الجديدة حضرتك اليوم جيتي تقريبا على ختام هذه الحلقة لحتى تبشري بأنه لا يصح أن ندفن الطبقة الوسطى في لبنان رغم كل الظروف وأنه العنوان في وضع الطبقة الوسطى بكير عليه لا يصح جيتيك نصف لا مش كتير بكير عليه لأنه من وراء النموذج الغلط اللي كان صاير أكترية فئة كبيرة من الناس كانوا طبقة متوسطة والطبقة المتوسطة هي محرك للاقتصاد يعني كلما كانت أكبر كلما كان فيه استهلاك أكبر كلما فيه مصانع وشركات ومؤسسات عم تشتغل يعني عمال أكتر ولكن اليوم من 2019 قديش في مؤسسات سكرت قديش في عمال صرحوا قديش صار في الناس يعني بنسبة الفقر صح 100% هن الناس اللي قدرين أنه يهاجروا بعلمهم بمصرياتهم بعلاقاتهم بمستوى دراستهم فبانهيار الليرا نحنا اليوم صرنا فقر مدكع 85% من السكان بحسب أرقام الأسكوا نسبة الفقر عم تتوسع يعني مبلغ فيه أزمة على مستوى الطبقة المتوسطة هيدا الشي بيودي لرقود لإنكماش والاقتصاد مفترض أنه اللي بيقبضوا بالدولار يكونوا هن طبقة المتوسطة جديدة بس هيدا بعد بكير لنحكي عنه بده وقت ليبين مصبوط بس هلأ نحنا فيه تركز للسروة بيدفئة قليلة جدا من المجتمع بينما الأكترية فوق 80% نرزح تحت فقر نعم طب يعني فينا ننعى إذا صح التعبير مع يعني تقديرنا الكبير بس أنه هذا الواقع الأدمر رؤاسي الطبقة اللي كانت متوسطة وراحت بتجاه الفقر أو التي تركت هذه البلاد وهاجرت إلى مكان يحفظ يعني الحد الأدنى من كرامتها الإنساني وبيخليها محلة يمكن أو إذا شيء ويمكن نكون عم نرائب أو نشوف ونلحظ تشكل جديد لطبقة وسطة بديلة بعد ما بيانت معلمة أو ما تركزت كما يجب لحتى نقدر نحاكمها مثل ما عم تتفضلي نعم الطبقة المتوسطة هي مش بس الناس اللي بيقبضوا رواتب كانت عالية هن الناس حتى اللي عندهم ودايع اللي عندهم أملاك اللي بتيجيون ودايع اللي بتيجيون أموال من الخارج نعم هن كنا قبل نقدرهم بكل شخص بيوصلوا مدخول بين 2500 و 7000 دولار دولار لألف وخمسة جيد يعني كمان عطيتي هيكي أرقام شوي أعلى من اللي أشار لألة الدكتور بالبداية استاذي ليالأزي شكرا جزيلا على هالإضافة معنا شكرا لكم خلال هالإطلالي أهلا وسهلا بحضرتيك شكرا جليا نحن وصلنا للختم دكتور علي بديت عليك سريعا أنا أولا أنا يعني بتشرف تعرف فيها للأستاذلية بس أنا ما قلت إنه النظام الاقتصادي أول وبعدها النظام السياسي يعني قلت من الأول النظام السياسي هو الحاكم يعني إذا أنا ما غيرت النظام السياسي لإيجاد دولة عادلة مستقرة لا يمكن إحداث تنمي اقتصادي واجتماعي هذا منطق الاقتصادي بقول هاي وإنما الحديث اليوم عم نحكي نحن في زل غياب أثق لتغيير هذا النظام السياسي ما منقدر نقول إنه الناس تبقى ناطرة الغيوم التي تجي تشتي لها حلول يجب على الأفراد هم تفعل حس المبادة أفراد أو وجماعات خلي نسميها إنه تبلش تشتغل على تغيير رمط الاستهلاك اللي إليه ليصلحها يعني هي حتى تستطيع أن تمرر الأزمة تتجاوز الأزمة وتعمل على تغيير أنماط الانتاج لديها تغيير أنماط الانتاج إذا كان في مجال الزراعة في مجال الخدمات الصناعة بما يتعقلم والتغييرات الاقتصادية اللي حدثت يعني عمليا أنا مش بالضرورة ضل ناطر لدولة لحتى وأنا خاصة اقتصاد حار يعني إذا بدي أحكي بالمنطق الاقتصادي بالعكس تماما التغييرات اللي حصلت بسعر الصرف وتغييرات اللي حصلت بالمستوى العام للأسعار هذا بيقتضي على المنتجين أن يغيروا أنماط الانتاج اللي إليهم باتجاه الاستفادة من الموارد المحلية وأيضا يقتضي من المستهلكين أن يغيروا أنماط الاستهلاك باتجاه أيضا استهلاك السلع والخدمات المحلية فحتى بالمنطق الاقتصادي يفترض على المستوى الفردي وخاصة نحن نحكي عن دولة هي بالأصل دولة نظام رئيس مالي يعني قطاعها الخاص هو الذي يحكم أغلب 90% من النشاط الاقتصادي والدولة لا تتدخل أصلا باللبنان دولة لا تتدخل هي دولة ضمن السياقات العامة وبالتالي مع ذلك نعم الأصل أن يستقر النظام السياسي أن يكون عندي دولة عادلة السؤال هل سيستقر هذا النظام أو لن يستقر أنا بتقديري اليوم ما في أفق يعني حتى لو اليوم يعني ما بيقولوا السناء الشيعة رجع وتشكلت الحكومة وبدأت تشتغل طيب ما بعد 4-5-3-4 الشهر في انتخابة نيابية يعني في خطات سياسية واقتصادية ما معلوم بعدين نتشكل مجلس نيابي ما مش نتشكل حكومة ما معلوم نتشكل يجي رئيس دولة فإذا ما في استقرار بالحد الأدنى لا يوجد استقرار سياسي من هون لـ 3-4 سنين 5 سنين هذا حد الأدنى يعني إذا ما فتنا بمعمعة حرب وسواء بالعدو الإسرائيلي يعني فيه خبصة فيه غير أفق غير معلوم الأولى الناس بدأت تجتهد بشكل شخصي وفردي لتنقذ نفسها الأولى تغير ثقافتها الاستهلاكية والإنتاجية بالتجاه الاعتماد عن نفس عن البيئة نعم هي صعوبة فيها صعوبة بإيران التجربة أثبتت أنه فيه إمكانية لألة وإيران ما صمدت 40 عام إيران 40 عام محاصرة 100% إيران منذ العام 2012 إلى الآن لم يدخل لها دولار من تصدير البترول ولكن يعني التجربة بتقول أنه إذا الناس أرادت يمكن لها سؤال أي أو لا الطبقة الوسطى لأنه هذا كان ختمنا فيك سؤال قبل الفاصل عالميا راجعة لحتى تتوازن طبعا طبعا ترجع تذم لا يمكن التنبؤ مئة في المئة ولكن الاتجاه العام اليوم بالاقتصاد العالمي إلى إعادة مبادرات النمو ولذلك نحن نشوف الطلب على الطاقة يزيد توقعات الطلب على الطاقة سواء بناتج عن موضوع الشتاء أو الناتج عن توقعات زيادة الإنتاج وده يقتضي لما نقول زيادة الإنتاج خطة الإنتاج المستقبلية يعني زيادة العمال زيادة الاستفادة المهندسيين التقنيين حرفيين يعني مرة أخرى استنهاد الطبق العامل يعني يعني اللي فقد العمل قطعا بده يرجع يعود مع التأهيلات اللازمة يعني خلاص مبشرة أو هيك يفتح طبيعة الاقتصاد الرئاسمالي هذا نحن نسمي البزنس سايكل أنه بفترة من الفترات يصير في تراجع ونحدار كساد وركود أو ركود وكساد ومرأة أخرى يرجع ازدهار وهكذا كل شكر وتحية لحضرتك باحث الاقتصادي باستاذ الجامع الأستاذ أو دكتور عزيزيز الله يسميك شكرا لكم سهلا من جديد أيضا شكرا وتحية لكم مشاهدين ومستمعين على حسن وطيب المترجم اشتركوا في القناة